السلام عليكم ومرحبا بكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصفة اليوم هي حلوة الفطيرات هاد الحلوات عزمان اللي كانوا يديروها جداتنا و أمهاتنا اليوم حبيت نفكركم فيها حلوة سهلة و بسيطة و بزاف بنينا يعني تجربوا هاد الوصفة و ما راكمش حتندموا نروحوا نشوفوا المقادير و طريقة التحذير باش حضرتها في كاسرونة حطيت زوج مغارف تاع سمن و نزيد زوج مغارف كبار تاع مارغارين فلوغيال تاع سيفيتال هاد الوصفة ديروها هكا ميلونج بين السمن و المارغارين و راح تجيكم بزاف بنينا قربت لكم هكا المارغارين باش تشوفوا النوعية اللي أنا نخدم بيها في كامل وصفاتي كي ندير ليسابلين دير زعماء حلوية تقليدية ليكهم دايما نخدم مارغارين فلوغيال تاع سيفيتال اديت زوج مغارف و بعد نحط هاد الكاسرونة على نار اللي تكون قليلة قسمت دوب هاد المارغارين و السمن و طفالها يعني ما تخلوها اشتغلي غير يدوب و خلاص و هنا بعد ما دابو جبت هاد الكاسرونة اللي دايما نخدم به اللي الحجم متاعو 220 مليلتر راح ندهنايا كاس انا الكيلة اللي حنخدم بها اليوم هي كاس و انتم ما يلاحب بيتو كمية كبيرة ديرو كيلة كبيرة و انبعد في بول حطيت ثلاثة كيسان تافارينة و نزيد عليهم قرصات على الملح و عندي هنا مبشر ليمون و في هاد الوصفة ضروري نديرو زاست على القارس هو اللي حيعطيكم هديك الريحة البنينة واربع مغرفة صغيرة خميرة كيميائية و هنا الى ديرتو كيلة كبيرة الخميرة كيميائية زيتو شوية الى ديرتو الكيلة تاع الكاس ديرو ربع مغرفة صغيرة بطح الى الكيلة تاعكم كانت كبيرة قطروا شوية خميرة كيميائية و زيت زوج مغارف كبار سكر سوكري غلاس والمغرفة متكونش بومبي نخلط هاد النواشف و بعد نزيد هذا الميلونج تاع السمن والمارغارين اللي لازم يكون بارد سخون هادوك الحبات تاع الفارينة كشغل حيتقلاو و بعد ما روهمش حيتشربونا المظهر على هدي اللازم هاد السمن والمارغارين يكون دافي كشغل بارد نبسس مليح هنا يا بقاو هكا غير تحركو حتى تشوفو بلياديك الفارينة موليتش تبان و بعد نبدأ نطم بالمظهر شوفو هنا كي تكونوا تحطوا في المظهر حطوا غير بشوية و طموا لو كان هاد العجينة تجيكم طرية بزاف كي شغل جارية ولا تتلاسق في اليدين مع انتها الوصفة تاعكم ما هاي خسرت و غير مكالة هتكملوا على هدي لازم المظهر غير بشوية و راكم طموا حطوا يا لو كان هكا كي ما قولوا بالمغرفة حتى تولي عندكم عجينة اللي تكون طرية هاد الحلوات على الفطيرات لو كان نجيكم العجينة جارية كي طيبوها الشكل تحا حيتكمش و ممكن تاكلوها تجيكم معلكة مجيش بنينا شوفو هنا راني نحط المظهر غير بالعقل حتى نطمت العجينة و هاوليك القوام بتاحها دوكا راح نغلفها و نخليها ترتاح من ربع ساعة حتى العشرين دقيقة قدمات ريح لكم مليح حجيكم هايلا و شنو لازم تغلفوها مليح و ما لازمش كامل يتوشيها لهوا انا خليتها ترتاح وحدة ربع ساعة ها كاك ونبعد جيبت صاشي و نحط العجينة كل عادة و نزيد ندير فوقها صاشي و نحلها بالحلل بصمك واحد تمانية ميلي متر ما ديروها شخشينا شوفو باش جيكم تقرمش و بنينا لازم تجي رقيقة ماشي رقيقة كي ما سابلي شوية خشينا عصابلي و شنو ماشي عالية بصاف انا دايما ندير سومكتها بين 7 او 8 ميلي متر هاك 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 و دوك شوفو نيكي نحلها تبان لكم هايلي كيفشتكون جيبت طابع يكون مدور القطر التاعو بين 7 او 8 سنتيمتر ما لازمش يكون طابع صغيور لخطرش امبادارنا ها نديرو واحد ثوقوب هايكونو ثلاثة في كل حبة سفي لازم السومك يكون هكا مشي السومك القطر يكون بين 7 و 8 سنتيمتر هنك تقطعو العجينة قطعوها كامل و حطوها في سنيوة باش تبدو تديرو واحدو كثوقوب لو كانت تديروهم يعني هن معا تقطعو الثقوب و هر ترفضو الحبة الشكل تحا حيجي كامل معوج اهنا نبدو نثقب في العجينة بهات الشكل شوفو كشبو شون صغي وارو و ديرو بيه وما بكري كانو ديرو ها الثقوب بالقصطبينة ودوك القصطبينة ما نشد لقا كامل بيها ما شكيت راه يتسبع هالي هادي ديرو بأي بوشون ومبعد هنه وش ندير تبعو معايا مليح رح نرفض هاد سنيوة نحطها في الكونجيلاتور نخليها عشر دقايق باش نطيب القاطو اهنا لازم القاطو التعكم ميريح باش يدخلي طيب لو كان ندخلو سنيوة هكا مباشرة الحجم تاع الحبة تاع القاطو رحاد صغار و لازم هاد القاطو كي طيب يجي شوية محمر انا بعد ما طابت الحلوة رح نخدم هنه يطليالي فيها ثلاثة مغارف كبار تازيت مع ثلاثة مغارف كبار مزهر وثلاثة مغارف كبار حليب وزوج مغارف كبار عصر الليمون و هنه يهدا عصر الليمون لازم جوزو هلا صفايا متاك يتعصرو القارس صفيوه باش تخدمو به نخلطهم مليح بالفوي و بعد نبدأ نحط في سيكري غلاس هاد سيكري غلاس كورت و رح نسكروا بهاد سيكري غلاس و تشوفوا قدامكم النتيجة ابقيت نحط غير بشوية و راني نحرك حتى كملت هاد الباكي كامل و زيت تانيك زيت واقيلة و حتزوج مغارف كبار هاد المقادر اللي عطيت لكم تعز زيت والحليب و المزهر و عصر الليمون يدي لكم باكي و قلت لكم و حتزوج مغارف هكاك كبارتا سيكري غلاس يعني جاتني طليا هايلا ما هي تقيلة ما هي ميها و دوكنو بريلكم و حتزوج باش تعرفوا باللي طليا تعكم القاوام تحا هادك هو و دوكنو باكي و هنا زيت ملون غوز جبت هادك الملون اللي جيك شغل غبرة حطيت له شوية بركتاع ما زهر حليتو مليح و جوزتو في صفايا وبقيت نحط غير بشوية و لحبيتو طليات عكم بيضة ديرو ملون أبيض شوفو هنا باش تعرفوا طليا هادك هو ديرو في مغارفة و ديرو هادك الخط الى بقايبان ما عندها طليات عكم راهي سوسوة متزيدو لها متنقصو لها اهنا بديت نقلاسي في الحلوة انا نحبها كان نخدم فوق يدي نجيني الخدمة ساهل اخر من بالفرشيطة و نخبط مليح و من الفوق هاني حنزيين بهاد العقاش الارجنتي ولا هنا تزيين ديروه حبيته اهنا بعد ما كملت الحلوة تاعي خليتها نشفت حتى الغدوة مندك و نقيتها من تحتها كما راكم تشوفو جا الشكل تاحا بزاف شباب و صدقوني ماشي غير الشكل جات بنينة 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 بزاف بزاف انا هاد الحلوة ديرتها خلاصت في نهار شوفو كي قربتها لكم و نزيد نقسمها معاكم شوفو كيفش تجين بسها و ماشي كامل معجنة و كي ما قلت لكم هايلا انا حبتكم كامل تجربوها و ما تراطي وش هاد البنة وصلنا دوكا نهاية لفيديو تاليوم ما بقى ليرين قلكم تهلوا في روحكم و نتلقوا ان شاء الله في وصفات اخرى ما سلاما باشد 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 باشد